مشاهدين ننتقل مباشرة إلى دير سيدة البلمند البطياركي حيث يتم استقبال قداسة بطيارك الصرب وبطيارك أنطاكيا وسائر المشق للروم الأرثوذوكس يحنى العاشر يازجي اشتركوا في القناة أمين المسيح قام من بيت الأموات اشتركوا في القناة موسيقى 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 رحمتك علينا كمثلتك رينا علي عائلات 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 شكرا للمشاهدة 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 لصلوات سيد القديس سيعرب يسوع المسيح إلى هنا حمنا وخلصنا عمنا وخلصنا المرافق لكم في زيارتكم السلامية إلى بطرياركية أنتاكيا ونشكر أبينا صاحب الغبط البطرياركوحن العاشر الذي أكرم دير سيدة البلمندي ضمن برنامج هذه الزيارة التاريخية إلى لبنان فنمتلئ بركة خاصة أنها الأولى منذ قرون التي يزور فيها هذه البلاد الطيبة بطرياركو كنيسة الشهداء بطرياركو كنيسة الصربية كنيستين شاهدتين للسيد القائم تتعانقان بلقاء رمزيها لقاء محبة لا ينتهي مذ حللتم في الدار البطرياركية في الكاتدرائية المريمية في دمشق ليتقارب التاريخ والمستقبل فإذ بنا نحيا زمنا قياميا واليوم هنا أي تباركة يغدق الله بها علينا إذ بحضور شخصكم تبارك دير سيدة البلمند القائم على هذا الجبل منذ ألف عام ومعه كل المؤسسات المنتشرة على أرضه الجامعة ومعهد القديس يوحن الدمشقي لللاهوت وثانوية البلمند بفرعيها وقريبا المستشفى المستضلة كلها بشفاعات الكلية القداسة الحامية للدير يا سيدي فرحنا عظيم لأننا نرى في وجهكم سلاما لكل الأرثوذكسية وللجميع كيف لا وأنتم تحملون اسم القديس العظيم رينيوس لنا رجاء أن تنقلوا محبتنا إلى كل أديار الكنيسة صربيا المقدسة وشعبها وأن تحملوا لبنان الأرزى المبارك في أدعيتكم وأيضاً يا سيد اذكروا المخطوفين وعلى رأسهم مطراني حلب يحنى إبراهيم وبولوس يازجي الذي خدم كرئيساً لهذا الدير العريق وكعميداً لمعهد اللهوت واسمحوا أن نعيد المعيدين في عيد الفطر السعيد أعاده الله بالخير على الجميع بالبركة والسلام وأخيراً صاحب القداسة نقدم لكم هنا عربون فرح وحبور بهذه الزيارة المباركة أيقونة سيدة البلمند أمنا سائلين شفاعتها أن ترافق خطاكم واثقين واثقين كلما لبستموها أنكم تذكرون في صلواتكم أنا والأباء الذين معي وكل من على أرض سيدة البلمند صاحب القداسة أهلاً وسهلاً بكم شكراً 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى يعتبر الهجاب على المجتمع الأهمية مهم قدسي في السيارة بشأنه خلاص على احدى كما مهم وقتها ذلك الهجاب الأهمية هي الغارة لكن المهم في نهاية الأهمية أكبر نهاية الوحيات ومن المتحدث في إلى جهده الأخير لكنه لذلك يجب ان يترفع أفضل العبادة الجهد التي ترغب ليه بترده و وعطه ربناها وعطه أن نعلم مانا وعطه لا يعمل لو نعلم أنهم وأنهم مدفعت نتغز من كلام رب لي واجب علينا نقدر نعيش فيو. ومشان هك نحن هلا نحن وابنتقل على هكا مقادة نحن نعيش كلمة ربنا. وهدا أهمشي بحياتنا. ومشان هل يمكنك أن نعيش فيو. ومشان هل يمكنك أن تكون حسنا في مدرسة؟ أنت وهذا هو فهر لك نسيتنا؟ موسيقى 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 بيا حداسو كل هالبلاذ العريق متل ما مرأتون تو بحالات صعبة كمان سربية مرأت بحالات صعبة ميسمو دarovalي منوغة زرطة مبتل ما مرأتون بحالات صعبة ونحن المحن ربما باستثناء راستثنا رعضات وشهبا نزديسة في الالتعالي وشهباة 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 ترجمة نانسية اشتركوا في القناة 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 هدا فخر الكون وليزم كل دول العالم كمان تفتحر بهد العلاة لأنو والمكان شفتها العلاة طيبة بين أهو المسيحي و الإسلام نقولا نهاري فريطا عدا من البشرة في مرد العالم كبير و المعاري يحاولون إلى أصيب أن جده ودوح يؤسسون إلى أصيب ودوح من أطرق المعرفة كل شيء يسمي كثيرا عن أكيد جنبذاً لأنه تحرق لأنه وشعبه لكن Asimان مليزم يسر علاقون يجب أنه تكونوا من ومن دائماً تطلع إلى الرب نرحي اونا وياتينا لأوه ونكون اخوة مع بعضنا وليزم دائماً يكون انا روح المسامح نشكرك يا صاحب الاب جليل رئيس هزدر مقدس كمان شكر صاحب الاب جليل على دركة ونزور هل مكان مقدس ومنعيد أخوان المسلمين بيدون لهم posebno želimo i molimo se gospodu da narodu patriaشije antiohijske daruje mir, slobodu dobra odnose sa svim ljudima koji žive na ovim pravostorima to ovo smatramo za voljom Božjom i blagostom Bože to proširimo u našoj životu i našim odnosima نصلي لرب القدوس ان يحفظ بطرقية انطاكيا ومؤمنيها وكل شخص اللو علاقة بالكنيسة وبرى الكنيسة ومشان الله يقوّ الاخوة لازم نحب بعضنا البعض كاخوة واحدة بالرب يسوع ودائماً نكون على تسامح وسلام بقلبنا وبروحنا نقاje Gospod برغوناب وضعها и سوى народ који живи у новим просторima као народ Божий као народ онога који је Бог створио и који нам је усадио љубав да имамо љубав према Богу али према сваком ближјем своме са којим делимо живот и доброту Божию فليبارك رب شعب هزال بلد المقدس وطفاله لأنه نحن أبنى الله وليزم دائما نكون بألبنا الله وليزم نحب بعضنا البعض و دائما نسامح عادنا بحرقا عادتاليه، بحرقا عادتاليه بشيئة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر